مل الشارع من سمع أخبار التصعيد الحوثي الذي ابتدأ في نهم ومر بمحافظة مأرب وحاليا في الجوف ومعارك طاحنة في الدريهم وتحشيد من زديد والجراحي وبيت الفقي ومعسكرات أيضا في ريمة تزامنت كل تحركات الميليشيات الحوثية مع بداية العام الجديد ومقتل الإيراني أقاسم سليماني إيران يبدو للعيان أنها فعليا حركت أذرعها في المنطقة وخصوصا ميليشيات الحوثي المتهورة التي تحاول أن تثبت نفسها دوليا كقوة علها تحظى بنصيب في مستقبل اليمن المتشضي الذي قد يضع بين المحافظات أشبه بجدار برلين عام 48 غريفث غير مكترث إلى أن الحوثي فتح نيران أسلحته في ست محافظات يمنية وبات جديا طامحا في توسيع خريطة سيطرته فيما يفرض على القوى الشرعية والقوى المقاومة للحوثي اتفاقات أممية مشحفة مفادها لا تمس الحوثي بسوء يا ترى ما هي حفلة الشواء التي يتشاركها غريفث مع ميليشيات الحوثي في صنعاء وما الذي يطبخ للشعب اليمني فالأمم المتحدة بمواقفها السلبية عبر هذا المبعوث باتت هي من توطن الميليشيات حاكما لليمنيين على خلاف قرارات مجلس الأمن السابقة وفي مخالفة صريحة لكافة الآراف الدولية زورق حوثي بخمس عشر تجالونا من البنزين تم تدميره بعدما كان في طريقه لتنفيذ عملية إرهابية في خط التجارة العالمي وجهود أمريكية تمكنت من القبض على أسلحة إيرانية متطورة في خرق واضح لقرارات مجلس الأمن بحظر تهريب السلاح أما خفر السواحل اليمني فقد أمسك بزعيمة هي الثالثة خلال أيام مليئة بالسماد الذي يستخدم في صناعة المتفجرات والعبوات الناسفة بل أن خبراء متفجرات تم رصدهم في زبيد والجراح وبيت الفقيه يدرسون طبيعة الأرض لعمل حقول ألغام متفجرة في الساحل الغربي كل هذا خلال أيام ولم تظهر الأمم المتحدة بأي إدانة بل تم التعامل مع الحوثي على أساس أن الحرب دائرة بكل بساطة وللميليشيات حق الرد بل أن من هزالة وهشاشة دور الأمم المتحدة خروجها باتفاق من سبع نقاط الأسبوع الماضي خرقه الحوثي في الدريهمي وحيس والتحيتا وبيت الفقيه بل وداخل مدينة الحديدة وخمس نقاط أممية ما الذي يحصل جديا في الملف اليمني المواطن المغلوب على أمره والذي يعيش حربا لخمس سنوات يتساءل عن خيوط اللعبة السياسية التي باتت هي من تحرك جبهة وتخمد أخرى لتمنا بالهزائم والانكسارات بل أنها محاولة لتجين المواطن اليمني المغلوب على أمره للتعايش مع الميليشيات لماذا لا ينزع الستار ويخرج أحد الأطراف للحديث إلى الشعب بجدية حول إمكانية القضاء على الحوثي من عدمه المعركة باتت تخاض في أرويقة ودهاليز السياسة أترك المعركة للشعب اليمني ليخوض مع الميليشيات حربه الخاصة لاستعادة شرعيات مؤسساته والاستعادة راتبه أترك المعركة للشعب اليمني وسترون كلمة الفصل التي ستقلب كافة موازين المنطقة وتحاصر إيران في العاصمة طهران بدون مشاريع واسعة أو توسعية